السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السؤال بيقول ايه الفرق بين الريفل داينمو والراينو وجراسوبر. ايه المفروض اننا تعلموا. طيب برنامج الدينامو وبرنامج الجراسوبر. الدينامو بيشتغل جهة الريفل. والجراسوبر بيشتغل جهة الراينو. طيب. اللي اتنيد ادوات تصميم براماتيك. وبتطيح للمستخدمين انهم يعملوا تصميم معقدة ويعملوا اشكال جميلة ويعملوا اممكن نستخلصوا معلوميات يعملوا اناليسيز للحاجة من خلال يعني بيبرمجوا بشكل سهل جدا ويه بسيط. بيش محتاج ان انت حد تحفظ اكواد صعبة والحاجات دي كلها. طيب الريفل داينمو دا مع برنامج الريفل. لو انت بشغل ريفل او تشغل بيم هيفيدك البرامج دوت. فهو بيركز في التصميم المعماري الهندسي ان هو يعمل نمازج سلسية الابعاد في بيئة البيم انشاء وتعديل النمازج بشكل دايناميك وتغير لوحده من خلال متغيرات متعددة. وديك في فرصة ان انت برمج بشكل سهل خالص مغير البرمجة وممكن ان تبرمج من خلال البيسون ويستشار بجوه. وهو بيتكامل جدا مع برامج البيم فهو مسالي لو انت بتشغل نمازج معمارية وهندسية معقدة. طيب نروح بقى الاجرسوب اللي هو بشغل جوه الرينو. دا بتكمل مع برنامج الرينو وهو برنامج قوي في النمزج السلسية البعاد والتصميم الحر. وممكن نستخدامه في التصميم الصناعي والمعماري والفني والاعمال اللي عايز اشكال وتصميم عدوية معقدة. فبيته البرمجية اقوى بكتير. الجرسوبر ادم بكتير من الدينامو. ففي ناس كتير عملت حاجات قوية من خلاله جهزة تقدر انت تتسطبها وتشغل بها بشكل قوي جدا. في موقع فيد فور راينو بيخليك تنزل ادوات كتير اغلبها مجاني. طيب مع البيم بقى هو بش متخصص مع البيم زي الدينامو. بس انت ممكن تربطه بالريفت من خلال ادوات زي مثلا راينو انسايد. في كزا مشروع بش مشروع واحد بيحاول ياخد الموديل من الريفت يودي الراينو والعكس. عشان لو انت في ميزة هناك ممنطرش تعيد الشهر. فتعلم انا واحد فيهم لو انت شغل في مجال العمارة والبناء وبتسخدم الريفت. خلاص شغل بالدينامو هيكون سهل بالنسبة لك لان انت متكنه. لما واحد يقول لي انا بطكن لغة بايسون وفي حاجة معينة فبش اقول له روح تعلم سي شارد من ا جديد. لا اكمل بس ايه? هقول لك بس مع بعض المكتبات اللي ممكن تسهل عليه شوية. فلو انت شغل ريفت خلاص كمل في الدينامو. لو انت مهتم بتصميم الاشكال المعقدة بزات اشكال ذو حديد مكتب توحدي تتعملنا مع بلي كده. اتبعت لنا الموديل بالرينو. او انت شغل في مجال التصميم الصناعي وتصميم المعمار الفني فالجري سوبر هيكون افضل بالزات لو انت بتشغل بالرينو.